السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا فيديو جديد المهم البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيفما شاركت معكم في الفيديو اللي قبل رأني رجعت للداري مهم جيت من عند حماتي وخمس خيش فيها مسكينة وحتيية والفاتنة ولكن هذه الحياة مهم انا رجعت للدار ومهم في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم إن شاء الله وحد تحضيرات كان وجود الوحد العراضة يجي وعندي شيء ضياف وبك نوجد هكذا شيء نوجد مقبل فتعرفوا ما يمكنش تدري كل شيء نهار بنهاره وكينين شيء يحويج ضروري نخليهم نهار بنهاره كي يبقى زبينين وشيء يحويج نديرهم مقبل كيما ميدركني الوقت وما يمكنش تدري كل شيء نهار واحد ويدك بوحديتك مهم البنات في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم واحد المملاحات واعرين اقتصاديين لما البنات تدكسير الاقتصادي والسهل اقتصاديين وسهلين لديكم شيء عراضة وليجي لكم شيء ضياق عزاز تبقيتوا تفرحوا بيهم كي يوحد المملاحات السهلين للبنات كي يوجدوا بالزربة ومهم انا ديما مشاركة معكم المملاحات جوجة المرات كنخلطهم دائما بالمر لحنا رباق المهم ديما كنخلطهم بالماء دا بغنخلطهم باللبن هنجرب هالطريقة معاكم ومهم صارحة اول مرة نخلطهم باللبن وبغت نجربهم كيها يجيوا المهم اصلا ببينين سيجيو زبينين البنات في ان البنك يتوسم على مدق الفرماج والموطاق سيجيو زبينين ونشاركهم معاكم ان شاء الله اقتصاديين مهم سنشارككم هالتحضيرات كاملة اللي سيجيو قبل ما يجيو عندي الديب ونهار العراض انت الله اللي سيكونوا جايين عندي الديب سنشاركهم نهار كامل وكل شيء سنشاركهم معاكم شكرا على تعالجكم شكرا على هادر الزبينة اللي كتخليوا لي وخليكم معايا نشارككم مدموم اللاحات ومهم ان شاء الله هذا الشيء اللي سنشاركه معاكم وخليكم معايا المهم هنا هنا يوجد طحين هنا يوجد نسكيلو الفورس هنا يوجد نسكيلو لانا يوجد كمية قليلة ومهم ان شاء الله يجب ان تقوموا بكثيرين اضافة المقادر بالنسبة لنسكيلو طحين البنات يعطيكم تقريبا كيلو اللاروب هذه المملاحة تقريبا نحن نضيف ثلاثة شكال كل شكال تجيوها ها كان عندكم بالضبط شحال بشتعرفوا القياس مهم هنا هنا يوجد نسكيلو الفورس كفهم تقريبا نصف معلقة صغيرة تقريبا نصف معلقة صغيرة تقريبا ملحة وقمية إفزار كيف تسموهم ونصف هنا يرى ميزانة ومبلغة عبارة 100 جرام الزبدة ومسكس الزيت ومهلا الزيت الرومية بحل بحل البلد اغيرتها لانا يجب نانين وزوينين ثلاثة الفرماجات 30 و اكتشين لأنه يتواجد للمجه سوف اجد المعلقة و أتواجد الكبار و تتواجد للمجه و هل نجمع العجينة باللبن و هل يتواجد للمجه و يتواجد للمجه و يتم تتواجد للمجه و ترمي المسابين مع الزبدة والفرماج والزيت ونخلط العناصر كاملة ومن بعدها نجمع العجينة باللبن المهمة بالنسبة لي لا تجمع العجينة باللبن وعندما تجمع العجينة باللبن وعندما تجمعها غير بالماء نفس العجينة نجمعها غير بالماء الشكل الأولي أن يتخففه غير بالماء وومنا اطلقها غير بالبن بعد أن اختيار العجينة بالبن أحبا فتجمعها ونحن نجمعها تقسمتها باللبن ونقسمها فإن أقسمت 30 شكيلات ونجمع القياس بتسويل المذكرة تحت اختيار من الحوت المذكرة بل طنعين المذكرة تحتاج المذكرة التطبيقى يناولون عطريه ويجبونه الزعتر الثالث المذكرة يجبونه يجبونه لطنعين المكون في قلب العجينة ثلاثة شكلات يمكنكم تنسموه بالفرماج هنا سوف نجمعهم في التلاجة لكي تكون سخون و شادة في راسة ثلاثة سوف نبدأ به هو الأول انا بديت بالشكل الهريسة و اخذت هذا الطابع على شكل وريده صغير انا اخذوا طوابع يكونوا صغيرين انا اخذت شكلات سهلة لا يشدوني اليد و لا يعدبوني انا لم يأخذوا مني تقريبا واحد جوز سعيع كانوا موجودين هذه المملاحات غير ردعت بنتي و نعزتها وجيت صوتهم ضغياء بالزربة لان كمية قليلة و لا اختار شكلات الصعابة اللي تبقى يترونيهم في الفيديوهات اللي قبل انا شاركة معكم شكلات اخرين ارجعوا يشوفوهم بعد مشكلة العجينة كاملة على شكل وريدات كيف مستو سوف ندهلهم لوجه ديالهم بالبيض هنا بيضة عادية يدرت لها تديروا عليها قطارات الخل سوف ندهن لها من وجه ديالهم و سوف نزينهم من الفق بشوية الفرماج هنا عندي فرماج حمر محكوك تزين اختيار يرشوا عليهم زينهم باش ما بغيتوا و لما توفرش الفرماج دهنوا ليهم غير وجه ديالهم بالبيض و دخلوهم ولا دخلوهم غير هاكا كرا كي يجيوا بناني هاتش كي يبقى غير اضافات المهم تشكل التاني خديته احتها هوا هادها البنات الشكل اللي قدرت بزعتها مهم احتها هوا كان نبسطهم زيان كتسرحوه يكون رقيق باش يجوا رقاقين وزوينين و هاد شكلتها هوا اختارت اسهل شكل خديت هذه الجرارة هادي ديال شباكية وهي اللي غنقطعهم هوا كي على شكل اشري طب حل الصباعات هاده هوا هوا اسهل شكلتها البنات كانين شكلت زوينيين كي يعطيهم منيدر و لكن يشدوا اليد انا بغيت شي حاجة سهلة اللي في الزربة توجد بحال ذاك شكل ديال ميني كرواصون ذاك الكرواصة الصغيرين و الشنيك حال ذاك الشنيك صغيرين كي يشدوا اليد لانك خسكيتروليهم و تخليهم في الفريق و حتي يجمدوا و عجب ديهم تقطعيهم دواور ديال الكرواصة احتهو كي يشد اليد كي يشد اليد و كي يبغي الخاطر بزاف مهم قاع هاد شكلت صراحة مبغيتش نديرهم فهي تديرهم معاكم رجوج مرات مشاركة معاكم المملاحات غنخلي لكم الفيديوهات ديال المملاحات تحت من هاد الفيديو هاده لبنات الصندوق الوصف باش اللي بغت تشوف شكلت الاخرين عند هالوقت و عند هالعوين ندير شكلت الاخرين و زوينين حسن قاعه هنا يدك البيض اللي شاطلية من شكل الول بيض اللي اطربت هندهند حتى الوجه ديال هاده و نرشعليهم حتى هم شوية الفرماج حمر هكذا غير تزينه صافي يمكن لكم تدهنو مغيب البيض ولا هكيا مهن تزينوهم بالبافو لانا البافو خليتو الشكل الثالث اللي قدرت فيها العطرية ديال الحوت هاده كولي غنزينو بالبافو هادهو فضلت نزينو مغيب الفرماج و كيفما قلت لكم البنات تختاري شكلت ساهلين و بالزربة بالزربة كي يوجدو إلا بغيتو البنات توجدوهم ديرو هاده شكلت اللي درت انا ضغياء ما بغيتو البنات عندكم لعوين كيفما قلت لكم دخلو شوفو الشكلات الخريرة كي يجيو تاهم مراقين هكا يلا عندكم شي مناسبة كبيرة أنا البنات هكا رغي عرادة جيين عندي شي ناس هكيا عندي و بغيتني وجدو هكا نحطهم في الطبيلة القوتي كي يجيو زبينين هادهو ملاحظ هكا تعمري بيوم الطبيلة و في نفس الوقت كي يجيو ببنان وزبينين المهم شكل الثالثة اللي بنات جبدو العجينة الثالثة اللي فيها العطرية ديال الحود حتى هي بنفس الطريقة غنبط نسرحها زيان بالمدلك حتى كتبقها رقيقة و يمرقوها لأنها كتنفخ واحد شوية ذكا الرسط المعالقة صغيرة اللي درت ديال الخميرات الحلوة كينفخهم واحد شوية صافي البنات و هات الشكل هاده خديت ليه واحد تطابعها كي يحتوي صغير ووردين بحل الوريدة حتى هو مهم طوابع ديروا الطوابع اللي متوفرين عندكم ولا قطعوهم بشكل اللي بغيتو ولا رولي وهم و ديروا بحل فقيقصات صغير ووردين حتى هات الشكل ساهل مهم كي يبقى الشكل لكم الاختيار و هات الشكل هاده مهم شكل اللي وراه طابع حييتهم و اخذي الطوابع ندير فيها هات الشكل الثالث هات الشكل ديال الوريدات كيف ما قلت لكم هات الشكل هاده في البابو و مهم كيني بزاف ختيارة البنات يمكن لكم تديروا الزيتون كحل زيتون كحل تطحنوهم مزيان و تديروهم مع الزعتر تصار تنسمو بي تديرو هكا يا زرعت الكتن حتى هي كجيوا وعرفت المملح تطحنوها و نسمو بيها طويلة مهاشة و كنت ديرتهم معاكم بزرعة الكتن كيني الزيتون كيني الهريسة كيني تطحنو الموتارد كيني تخلطوهم مع الهريسة و تدهنو بيها مهم كيني بزاف نكهات نكهوهم باش ما بغيتو سا في بعد ما ساليت البنات دلو وريدات كاملين و حطيتهم في الطاوة ذاكي البيض اللي شاطلي هي من المملحة اللولين زيت عليه واحد القطيرات ديالة صلصة السوجة طربتهم زيان و دهنت ليهم لوجه ديالهم و غرشهم بالبابو سلسلة الصوجة اختياري غير حيث كينا عندي وانا نسمت العجينة بالعطرية الحوت كالتواتم على المدق الصوجة ذاك شي باش درت نقيطة الصوجة مع البيض ودهنت بها لوجه ديالهم رشيتهم بالبافو وندخلهم حتى هما يطيبوا البنات المهم الطياب يكون على عافية تكون متوسطة ما تكونش مهي لدزة في ميتة وما تكونش مجهده بش ميتحرقوش تكون متوسطة ويعطيوهم الخاطر وقابلوهم مزيان وهم وجدوا البنات بسرعة وجدوا ضغياء سهلين وضغياء كي يوجدوا شكيلة الهريسة كما تشوفوا كيفية جدية الوريدات والفرماج وهذاك الطوالين اللي درت بزعتر حتى وما رشيت عليهم الفرماج حتى الزعتر كيت واتب كيفما قلت لكم البنات خسارت شكيلة سهلين وضغياء وجدوا بسرعة وفي نفس الوقت جاءوا واعرين المملاحات البنات لديهم جرائعين من قبل المملاحات بالبنة تجربهم مملاحات خطير وفي نفس الوقت لا تتوفر عن هذه البنة تخلطهم غاب الماء حتى هم لا يأتيوا بسرعة البنة سوف أعطيهم واحد الإضافة سوف أعطيهم بسرعة الحوت والزعتر والبابو وهذا هو المملاحات سوف نشارك معكم النهار اللي عراض هذه البنات التي وجدت لها هذه المملاحات أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو وأتمنى أن تكونوا استفدتوا هكاية وتوجدهم حتى أنتم إن شاء الله الضيوف لكم شكرا على المتابعة ونقول لكم السلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله